احنا نلاحظوا انه كثير من الامور تغيرت سواء على مستوى الامكانيات المادية او امور اخرى اللي هي عبارة عن طقوس وعادات وتقاليد اللي كانت في الاعرس صحيح الكلمة اللي قلتها انه احنا دائما نحوسوا على الهنى هاد الهنى شرطة الهنى او شرط السعادة احنا تكلمنا عن السعادة الزوجية ومفاتيح السعادة الزوجية الشرط السعادة الزوجية اصباحها مرة وش مطلب في وقتنا الحالي ما وش مطلب ما وش معنتها انه المرة ما تحبش تعيش سعيدة لا ما تحطاش هي اولى اولاويتها في الرجل اللي راح تزوج به او حتى في اقامة العز شو في هذا اول مبدأ رانا تقريبا تخلينا عليه كانت الامة هاتت عنا بكري لما يجوا يخطبوا ولا يجوا في الزواج دائما نحرطوا البنتنا الهنى اكسي وديها المهم تتنى المهم احنا نحرطوا بنتنا تكون مهنية وتهني العيلة راح تدخل عليها لكن الان هذا الامر التعلي هنا والراحة والسعادة والطمأنينة مولاش مطلب اساسي في وقتنا الحالي يعني المرة راح تقول لك وش تجيبي وش حتحطي تجهيز تاعك وش خصك جبتيهم كلش من الجزائر العاصمة ولا جبتيهم من ولاية اخرى ولا من خارج الدولة الجزائرية يا هل ترى ولينا نتنفسه في الالبيسة ولينا نتنفسه في الجهاز كيفاش نديره ولينا نتنفسه في الاطباق اللي نحطها امور كتيرة يعني اختلفت ومليح احنا نعوده نذكره انه البيت السعيد ماشي شرط تقدر تكون عندي كل الامكانيات ونقدر ندي معايا ماشي 4 فاليزات 5 دي 20 فاليزة معايا لكن هل هذي كلها راح تجيب لي هذيك السكينة والمودة اللي تكلمين عليها احنا دائما في مواضعنا من اللي احنا نعوده نذكره انه المودة والسكينة جي دائما بالرضا الرضا بالشي اللي راح عندي والشي اللي راح نروح نديره والعيلة اللي راح ندخل لها ونحاول نحقق فيها التفاهم ونحقق المودة بينيو بين العائلة الثانية